تخيلي بقى سيدنا عمر أيضاً تخيلي أنه أسقط مثلاً الضريبة اللي كانت في الوقت تلك الجزية الجزية اللي كانت لغير المسلمين لأنهم كانوا يدخلوا الحرب ما كانوا يش بدخلوا الجيش فعشان يعفوهم منهم كده فكانوا بياخدوا اللي بتسمى الضريبة فكان سيدنا عمر ماشي فلقى رجل يهودي أهو دعم من غير من غير ملتك ولدينك شوف إزاي يعني هذا لا يتنافق إطلاقاً أن أي إنسان أي إنسان اللي ربنا كرم بني آدم كرمنا فأي مسن بقى على أي ملة والأي دين لابد أنه نرفق به فسبحان الله لما لقى هذا اليهودي محتاج أمر فوراً أولاً بإسقاط الجزية عليه بإسقاط الضريبة وقال يعني إحنا خدنا من شباب ونقدر نظلمه بقى لما بقى كبير وكهل إطلاقاً واخد بال حضرتك وخد بهذا أيضاً سيدنا مهمة قوي لما ناخد بنا منه ارحمه عزيزة قوم ندلهم وتذل مش مسي تذل في العوز في الاحتياج في عدم القدرة الصحية في عدم القدرة المالية في عدم القدرة الاقتصادية يعني فهم حضرتك إزاي لابد أن إحنا ده مجتمع فيه مشاركة ربنا عايزنا كلنا كده متحبين مع بعض يعني إيه حتة المحبة تستشمل الجميع وخاصة الفئة الضعيفة دي يعني سبحان الله يعني لما لا إنسان ضعيف نعرف إن سبحانه كما تدين وتدين يعني إذا رحمتي ضعفه ده ورحمتي عوزه وفعلاً لجأتي لنت فعلاً كده يعني تبلغي في إكرامه ده بالعكس أنا كنت أشوف أبويا رحمة الله عليه والله يشوف الضعفاء ويشوف راجل مسن كده ويقول أهلاً أهلاً يا مولانا وأهلاً سبحان الله وأنا أتعجب يعني سبحانه الله راجل رقق الحلوى لحاجة لكن الولد الحقيقة بفضل الله كان الصفة دي إحنا شربناها منه يوقره وتوقيره كإن دخل عليه زعيم بالزبط والله حقيقي ويبالغ كده في تكريمه أهلاً وسهلاً أهلاً بنورته شرفته كده الإنسان يحس فعلاً بإنه إنسان مكرم زي ما ربنا كرمه إحنا كمان نكرم بعضه خاصة في هذه السنة